موسيقى الآن مع فقرة التكريم هي طالبة في فصل موهبة أول متوسط تميزت بقدرتها اللغوية وفصاحة لسانها فازت قصتها بالمركز الأول في مسابقة تحدي كورونا 2020 ميلادي وفازت أيضا في مسابقة مكتبة تكوين بالكويت لأفضل مراجعة مكتوبة لقصة القلب والزجاجة منتدت لا تأثقى في هذا المساء يكرم الطالبة زينب زكي العوامي فأهلا وسهلا بها بيننا لتتفضل بتقديم كلمة قصيرة تعرفنا فيها عن تجربتها وجوانب مختلفة من إبداعاتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتقدم بجزيل الشكر لمنتدى الثلاثاء الثقافي على تكريمي لهذه الليلة أعرفكم على نفسي أنا زينب زكي العوامي عمري 12 سنة من الصفي الأول متوسط في فصل موهبة أحب منذ أنا صغيرة أحببت اللغة العربية وجمالها واستمتعت بقراءة الكتب وزيارة المكتبات وأحببت خوض المنافسات في عمري الخامسة حصلت على المركز الثالث في حفظ وإلقاء خطبة الإمام علي عليه السلام في فضل العلم وفي عمري الخامسة حصلت على المركز الأول في مسابقة القرآن الرابعة عشر وفي عمري السادسة حصلت على المركز الأول في الحفظ المجود لسورة المطففين في دار الآلاء للعلوم القرآنية وفي عمري السابعة حصلت على المركز الثاني في الحفظ المجود لسورة النبأ في دار الآلاء للعلوم القرآنية في عمري الثامنة تأهلت على مستوى محافظ القطيف في مسابقة تحدي القراءة باللغة الإنجليزية أما في عمري الثامنة تأهلت على مستوى مدرستي للمسابقة الوزارية القارئ الماهر للصف الثالث وفازت قصتي بالمركز الأول في مسابقة تحدي كورونا 2020 برعاية مركز الصادق التعليمي لرئيسه أستاذ مصطفى الشعلة وتأهلت برفقة 20 شخص لملتقى أقرأ المقام في مركز المالك عبدالعزيز الثقافي إثراء من بين 12 ألف متقدم على مستوى المملكة وهذه كانت من أحب التجارب إلي لأنني تعرفت على أصدقاء يحبون القراءة وفازت قصتي وفازت الخيصي في مسابقة تكوين لأفضل مراجعة مكتوبة لقصة القلب والزجاجة وأخيرا حصلت في اختبار موهبة 1444 على درجة موهبة استثنائية وهذه الإنجازات هي بفضل الله أولا وبدعم والدي ثانيا وأجدد شكر منتدى الثلاثاء الثقافي ودعمه لي وأتمنى أن أستمر بالتعلم والقراءة وتحقيق الإنجازات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة